أعلنت وزارة الدفاع العثور على مخبأ بداخل 12 عبوات ناسفة في قضاء القرمة بمحافظة الأنبار وذكرت الوزارة في بيان اللهان مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية وفي ضوء معلومات استخبارية دقيقة أكدت وجود مخبأ للعبوات الناسفة في منطقة الرشاد وضف البيان أن المفارز تمكنت من الوصول إلى المخبأ وضبطت بداخله العبوات الناسفة التي تم تدميرها موقعيا من قبل مفارز هندسة الفرقة ترجمة نانسي قنقر